سبب الثورات الحقيقي غسيل الدماغ وتوجيه الناس بالموسيقى قوة الموسيقى لماذا تشتري أكثر عندما تسمع الموسيقى التي يتم اختيارها بعناية في المتجر؟ يعمل النبيذ والشموع والموسيقى على الإغراء في كل ما تحب. ومع ذلك، فغالباً لا يتم إدراك موسيقى المتاجر بشكل صحيح من العقل الواعي ولذلك تسمى بالموسيقى الخفية. خطورة الموسيقى يتم إنفاق الملايين من اليورا من قبل تجار التجزئة الألمان كل عام في تصميم موسيقى خفية لخلق المزاج المناسب في المتجر الموسيقى السياسية ويعتمد استخدام الموسيقى في المتاجر بشكل أساسي على حقيقة أن الموسيقى تثير المزاج والمشاعر. إنها تثير بعض الأشياء بنفسها، والبعض الآخر يخرجها كذاكرة من الإنسان. وذلك دون أن يلاحظ الإنسان هذه العملية. فإنه إذا حدث هذا ضد إرادة الفرد، فسيتأكد الناس بأنه يتم التلاعب وغسيل الدماغ بالموسيقى. ومن الأمثلة الواضحة بشكل خاص على ذلك الموسيقى المسيرة، إيقاعها ثابت يحدد مجموعة مسيرة في حركات موحدة. وهذا بدوره يعطي المشاركين شعورا بأنهم يندمجون مع الحشد، ليصبحوا واحدا مع المجموعة. ليس فقط الاشتراكيون الوطنيون، ولكن كل الأنظمة الشمولية استخدمت هذا التأثير. والأناشيد الوطنية تعمل مماثلة. لهم مشاعر قومية مقترنة وكل ما يربطهم به الإنسان. وهكذا أساءت الموسيقى فجأة لتصبح شيئا سياسيا من ناحية أخرى، حتى المجموعات المكبوتة تجبر نفسها من خلال الموسيقى. الموسيقى المشتركة تخلق الهوية. ربما أعطى الأمريكيون الأفارقة أفضل مثال على ذلك. خلال قرون من العبودية، طوروا لغتهم الموسيقية الخاصة بهم، وهو أسلوب أصبح عاما في بداية القرن العشرين، ومنه ظهرت موسيقى الجاز والراك أندرال لاحقا. الموسيقى صرخة الرعب بالطبع، تثير الموسيقى أيضا مشاعر فورية. أظهرت دراسة أن زيادة الصوت المرتفع، خاصة في مدى الترددات العالي الذي يتراوح بين ألف إلى ثلاثة آلاف هيروتز، له تأثير قوي على الغالبية العظمى من الناس يصابون بحالة وقوف شعر الجسم. الموسيقى تنشط الغرائز الأصلية الموجودة فينا. يبدو أن هناك بعض الأنماط الموسيقية التي تعمل حتى في المملكة الحيوانية، فالتهديد، على سبيل المثال، يتميز بتكرار منخفض للغاية وزيادة في الحجم. من ناحية أخرى، يرتبط الصوت العالي واللحن بالإخاء في بعض الثاديات، كما هو الحال في البشر. تؤدي المشاعر القوية أيضا دائما إلى بداية شيء جديد في الموسيقى. قد يكون هذا بداية قسم جديد، ولكن أيضا استخدام أدوات جديدة، منفردة أو جزء صوتي. هذا الأخير لا يزال لديه إمكانية أكبر لإثارة مشاعر قوية. لا يزال يؤثر علينا أكثر عندما يكون الشخص قادرا على الغناء بشكل مقنع وجميل. الأخطر من ذلك فإنه يمكن إعطاء أمر بتصرف معين عن طريق مقطع موسيقي، على سبيل المثال القيام بمظاهرة أو عمل تخريبي أو حتى بالئنتحار. تكرار صورة الناس يقي من هذه الأوامر المخفية والمخيرة.